يبقى صيغة الامر دي بتصرف مع مين فقط يا ولاد مع الضمير جو مع انت ومع الضمير نو نحن ومع الضمير جو بس نو دي احنا ما بنشوفهاش كتير بس برضو خليك عارفها كده طيب ازاي برضو يا ميستي انا بجيب بقى الفاغ بكده وحطه اقول له انت دلوقتي في صيغة امر فيه كده خطوة حنعملها مرة واثنين وبعد كده بقى حنلغي الخطوة دي ونعملها على طول ازاي انا دلوقتي حاجيب فاغ زاي فاغ مثلا باغلي يتكلم الفاغ ده مالو يا ولاد الفاغ ده مجموعة اولى اللي عرفكو عشان يميس منتهي بقى اغ تمام يعني لما نيجي نعمل الامر صيغة الامر وعايز اقول لك تكلم يبان دلوقتي بكلم مين بكلمك انت بكلم الضمير تيه طيب بصرفه ازاي في الامر هتصرفه الاول مدارع عادي خالص التوكت بتاخد النهاية ايه ولاد الاقس تمام وبعدين بنروح مديين امر للضمير تيه نقول لها مع السلامة مش هتحضري معانا حصة الامر وخدي معاك القس بتاعتك دي بقيت باغل بس كده باغل دي معناها تكلم انت انت اتكلم بس حتى بالعربي احنا مش بنستخدم الضمير انت في الامر بقولك على طول اذهب اجلس اصعد انزل لكن مش بقولك انت انزل انت اعمل لأ مش بنقول انت دي خالص بندل الفعلة على طول من غير الضمير انت تمام طيب بس ما تنساش حاجة مهمة ان انت بتحذف الاس مع الضمير تيه ده كده يا ميس هتبقى كأنها متصرفة مع جو او قيل وقل وقنقضة مدارع لكن احنا ايه او صح احنا هنا في صيغة الامر طيب حاجة مع الضمير نو هتبقى باغل ومش النو دايما بتاخد انها يلقوا الاس مظبوط يا ميس هنقول لي انه ما انتش حضرة معانا الحصة طب نحذف اي حاجة منها لأ ده ضمير جم ينفع كده انا شخص واحد ادخل على مجموعة كده وقولهم يعملوا ايه ما يعملوش ايه لأ هم اكتر مني بقى نقعد معهم كده سكت طيب الضمير فو هتبقى فو باغل ونحذف مين يا حلوين الفو يبقى احنا كده اول امر الديناء الديناء لمين الديناء للضمير تيه ولنالو امشي مش هتحضر معانا والضمير نو امشي مش هتحضر معانا والضمير فو امشي مش هتحضر معانا وناخد الافعال بتاعتهم بس يبقى انتوا كده شطرين حلوين جمعتوا ايه او كونتوا ايه صيغة الامر بس ما نساش تكت الاس بتاعت الضمير تيه بنحذفها طيب يلا كمان فاغب لو انا جيت على فاغب زي فاغب جوي اللي هو يلعب عايز اقولك العب بالكرة مثلا طيب انا الاول بصرف مع التو في المدارع عادي وبعدين بنرجع احنا بعد كده مش هنعمل الخطوات دي هنحذف التو ونقول لها قدي القص بتاعتك معاك طيب لو مع الضمير نو هنحذف النو وبعدين ناخد التصريف الفاغب فقط جو طيب مع الضمير فو كأن الفو موجودة وبرجع زي فخلاص مش كاتبة يا ميس يبقى جوي يبقى الصياغ اللي قدامنا دي صياغة امر ماشي يا ميس دي سهلة جدا جدا تمام المجموعة الاولى دي انا مسميها ايه هي لها اسم تاني غير المجموعة الاولى او انا كده مسميها اسم تاني مالها مسميها المجموعة الطيبة هي فعلا طيبة قوي ليه؟ تصريفاتها سهلة كده في غزاف المدارع وكمان في صيغة الامر بنتحكم كده في القس بتاعت الضمير طيق وما بتتكلمش وبتسكت تقولهم مش ده امر يا ميس مش دي حصة امر خلاص انا حسكت مش حامل مشاكل فعشان كده هي مجموعة طيبة كده ومش بتضيقنها وبتسمع الكريم طب تعالوا كده نجرب فيغ بزي اللي انتو سمعتون النهاردة اللي هو فيغ بايك غير وانا سألت عبد الرحمن كده في اول الحصة قلتله ومجموعة اولى قال لي لأ طيب ايه اللي عرف عبد الرحمن لانه يمس مش منتهي بأغ ده منتهي بأغ تختلف اه طبعا تفرق كتير ده كده مجموعة تانية مجموعة تالتة مش هم تكون عارف اسم المجموعة المومن هو مش مجموعة اولى فإيه اللي هيحصل صرفوه كده مع الضمير تي هيبقى شكله كده تيك غي تيك غي طيب احنا بنحذف مين في الامر بنشيل التي و بنقول لها والله ما انت حضر معنا الامر طب والله ما انت مكملة معنا الحص طيب التي انا انتهت بايه باس سنو كده المفكر طب انا لو جيت حزفتها الفيرب ده مش مجموعة اولى يبقى الفيرب ده مش طيب طب هيقبل كده وحيسمح اللي انا احذف منه الاس لأ هي المس اللي قالت ان احنا حنحذف الاس في افعال المجموعة الاولى فقط هي دي اللي بنحذف منها الاس طب دي هتفضل زي ما هي محدش يقرب لها انا مش مسؤولة انا قلتلكو اهو انتو حرية اوعوا تتهوروا كده وتحذفوا الاس لو كانت موجودة مع الضمير تي في مجموعة ما تكونش مجموعة اولى تمام طيب مع الضمير نو عادي كده كده ان احنا ما بنحذفش منها حاجة بنحذف النو بس نفسها بنطير الضمير نفسه طيب مع الفو شفتوا بقى تصريفات الافعال مهمة قد ايه يعني مش على قد ان احنا النهاردة سمعناها كده بغذاء بس مدارع بس لا ده احنا هنستخدمها كمان في صيغة الامر طيب فانا عندي هنا الفرب ده ها خليلي بالك منتكة الاس الشاطر بقى اللي بصحصح ليفتكة حرف الاس ده مجموعة اولى او احذف للاس اللي ما عطيه على طول في القمش طيب مجموعة تانية او تالتة لا اسيب الاس سيبها ما تقدرش تحذفها خالص يلا حبيب انا كده خلصت اقولكم اخسبوك او افر او افر